عندكم مشروع في الكتلة الصدرية طبعاً يقيناً يقيناً هي شو اسمها حتى نقولها يعني الكتلة الصدرية مو البنيان المرصوص البنيان المرصوص مشروع داخلي داخل التيار الصدري حلو بس الكتلة أما الكتلة النيابية التي سجلت في المفوضية العلية المستقلة للانتخابات اللي هي اسمها الكتلة الصدرية موفقين عينكم على رئاسة الوزراء وهذا واضح يعني بها شي يعني إذا عنا لا أبداً بالأكس أنا قلت على قولتك بالكلوب هاوس مرة للمرات قلت أني أشكر الصدريين لأنهم أوضحوا هدفهم وأن يردون يروحون وعلى الآخرين أيضاً هذا مو هدفنا هذا وسيلتنا رئاسة الوزراء وسيلة لتحقيق مشروعنا الإصلاح للدولة حسب المؤطيات الحالية والمستقبلية مو هاي المفاهيم تعرف نحن على قولتنا أنا وياك صحبان فأنا عرف شو تشمر وانت تعرف أنا شو يشمر زين خليها ببارك زين ماشي على غيره نحن مو هدفنا رئاسة الوزراء وسيلتنا رئاسة الوزراء بتحقيق ماذا؟ بتحقيق مشروعنا الإصلاح الذي نعتقد به وهذه المرة هذا المشروع في إطاره سياسي في إطاره نظام الدولة وفي إطاره الاقتصادي وفي إطاره الاجتماعي وهذا لن نحيد عنه قبل كنا ندعو الآخرين لاشتراك بهذا المشروع هسا جد يجونيانا لا نطرح المشروع بأكمله باعتبار لسنا أصحاب القرار التنفيذي الأول في البلاد رئيس الوزراء ليس مننا لا بالحكومة الأولى ولا الثانية ولا الثالثة ولا الرابعة ولا حتى حكومة الكاظم الخامسة فبالتالي نعمل بأداءات الإصلاح وفقا لما تسمح بمساحة وجودنا سواء كانت دعنا نسئلك أنت تعتقد أنه مطالبة الصدريين بأن يكون رئاسة الوزراء لهم منطقية حسب المعطيات الوضع المعادلة بعدين هل القصد هو أن رئيس الوزراء المقبل صدري صرف على قولتهم طوخ صدري طوخ قوح 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 لا لا والله هاي مين طوخ هاي هاي ما تشرين هاي طوخ هاي ما طوخ صدري صدري قوح اتتعدكم تشريني طوخ ايه تشريني طوخ اتتعدكم صدري قوح صدري قوح لو لا من يمكنه الصدريون يعني ممكن يبقى سيد الكاظم رئيسا للوزراء بتمكين صدري هنا صدري نخذوا رأس الوزراء شوف أنا ليش قلت أكو اختلافات في الأمور يعني قد هذا البعض يعتبر حتى يجوز التعتبر يعني إلى حد ما الجواب وفق ما أريده أنا زين بس لا أنا جايحتي بكل صراحة زين المرحلة القادمة مرحلة مشروع وليست مرحلة شخص رئاسة الوزراء والمشروع الإصلاحي سواء كان في مجلس النواب الكتلة النيابية المؤثرة والأكثر تأثيرا والمصدر القرار الأول في البلد يجب أن يكون وفق المشروع وليس وفق متبنيات شخصية لرئيس مجلس اللواب لرئيس مجلس خلينا شوف الفيديو هذا أنا